هي جولة مفاوضات جديدة في القاهرة من أجل التهدئة في قطاع غزة برعاية مصرية وقطرية جولة تأتي في ظل عدد من المعطيات أبرزها مقترع حركة حماس والتي يتواجد ممثلون عنها في القاهرة ورد نتنياهو المؤكد على خيار الانتصار في الحرب بالإضافة إلى تصريحات أمريكية شديدة اللهجة فيما يتعلق بالضحايا المدنيين من الفلسطينيين المفاوضات في القاهرة تتزامن كذلك مع قصف القوات الإسرائيلية لمناطق في مدينة رفح الحدودية مع مصر وهو ما تعتبره القاهرة تهديدا لأمنها القومي فبل منتظر من جولة المفاوضات الجديدة هل تختلف عن غيرها في ظل المعطيات الحالية وهل تساهم الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو في التوصل إلى حل أسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي من القدس أرحب بالسيد شلومو جانور الكاتب والمحلل السياسي ومن الناصرة أرحب بالسيد ودي عواودي الصحفي والمحلل السياسي ومن القاهرة أرحب بالأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أبدأ معك أولا سيد أبو الهول لحد الساعة لم يتم الإعلان عن أي نتائج للمفاوضات في القاهرة هل هناك مبدئيا أي توقعات عما يمكن أن تصفر عنه هذه التحركات الأخيرة؟ يعني أولا الوضع الشديد التعقيد لا يمكن توقع أي شيء ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تترك الأمور بدون محاولة أخيرة الآن ربما هذه أول جولة تتم بين المقاومة بين حماس وإسرائيل بشكل غير مباشر تحت النار خلال العمليات العسكرية هناك سباق مع الزمان لأنه بدأ من ورقة حماس أن إسرائيل قد ترفضها وتبدأ العملية البرية في رفح لذلك مصر وقطر تصابقان الزمان لمنع حدوث العملية البرية في رفح يعني تقريبا إسرائيل ضمرت خان يونس دخلت عديد من الأنفاق كانت تعتقد أن سيد يحوى الصنوار وقادة المقاومة والرهاء الموجودين فيها لم تجدهم لذلك فوجهتها القادمة رفح وعندما تتحدث عن المسافة بين رفح وخان يونس هي مسافة صفر المدينتين متلاصقتين تماما أو المحافظتين متلاصقتين وكل عرض رفح عشرة كيلو مترات يعني من الحدود المصرية إلى مرورا بكل رفح وصولا إلى خان يونس عشرة كيلو مترات كل مساحة رفح ستين كيلو ومعنى ذلك أنه إذا تمت إدارة الدبابات الإسرائيلية ستدخل رفح في دقائق وليس في ساعات وغيرها وبالتالي سنشهد مجزرة كبيرة يخسر فيها الجميع بلا استثناء تخسر إسرائيل ويخسر أعداد هائلة من المدنيين الفلسطينيين المكدسين في رفح وتخسر مصر لأنه أمنها سيهدد ويعني أيضا ستخسر إسرائيل مرة أخرى لأنه إذا حدث وندفع الناس من رفح في اتجاه الحدود المصرية بالتأكيد لن يدخلوا وحدهم ووسط أكثر من مليون قد يندفعوا سيخرج معهم ربما العديد من قادة المقاومة وربما حتى رهائن ووسطهم سيتم جلبهم وبالتالي ندخل فيه تعقيدات كبيرة جدا لذلك جاء الحراق سريعا القرار المصري اتخذ أمس بضرورة أن يعقد اليوم هذا الاجتماع وندخل فيه سباق مع الزمان لأنه نتنياهو كان ينتظر أن ترفض حماس حماس لم ترفض ولكنها كما يقول نتنياهو ويقول أعضاء حكومته هي وضعت العقدة في المنشار هي قالت أنا أتقبل بإيجابية لكن أريد كذا وكذا وكذا وهو ما يعني بالنسبة لنتنياهو أن إسرائيل تريد أو حماس تريد الاستمرار في حكم غزة وهو ما يرفضه تماما وبالتالي نحن في صباق مع الزمان لا نملك أي رفاهية في الوقت بالدقيقة والساعة وإلا سنجد كارسة ربما تمتد للإقليم كله لأنه قد يؤدي هذا إلى اشتباك مصري إسرائيلي مصري لا تريده سنفصل في هذه النقطة ولكن في النهاية مصر لها أمن تدافع عنه أخذ برأي السيد شلومو جانور سباق مع الوقت هل إسرائيل كذلك في سباق مع الوقت وكان هناك أنباء من موقع آي 24 الإسرائيلي يقول أن هناك وفد إسرائيلي موجود في القاهرة ما صحة هذه المعلومات أولا أعتقد أن زميل في القاهرة يصبح الأمور وهو ربما لسبب تشارع الأنباء ليس مطلعا على آخر الأنباء وأخر الأنباء هي بأن السنوار لم يشارك في سياغة رد حماس الذي قدمه إلى مصر وقطر وإلى إسرائيل ولذلك هذا هو رد حماس لأنه ليس حسب رأي السنوار السبب بسيط ما مصدر هذه المعلومات سيد شلومو جانور؟ ما مصدرك؟ المصدر هو جميع كنوات التليفزيون الإسرائيلية قبل كوليل استنادا إلى مصادر استخباراتية إسرائيلية أكيدة أكيدة وهي أن سنوار ثيلة الأيام العشر الأخيرة مقطوعا للاتصال مع الخارج وذلك لأسباب سواء فنية أو لأسباب تتعلق بالتسطر لعدم كشف مكان تواجده ولكن النتيجة واحدة وهي أن الرد الذي قدمه بالإنابة عن حماس وليس بالإنابة عن السنوار وقطاع غزة لذلك يجب التحفظ منه هذا الموضوع الأول بالنسبة لسؤال الوجهي الوفد الإسرائيلي لم يتوجه إلى الكواهرة وذلك إعرابا لتحفظا من كبال إسرائيل على الرد الحمساوي غير المناسب والذي لم يصل إلى أدنى المطلوب من الردود والإطار الذي تم الاتفاق عليه في باريس قبل عشرة أيام أي الإطار حول صفقة المخطوفين الإسرائيليين وعدم شمولية مواضيع أخرى ضمن الرد الذي تضمنه رد حماس الأخير ولذلك الاتصال طلب إسرائيل من المسطة من مصر وقرطر أيضا أن يمارسوا الضغوط على حماس سواء الداخل أو الخارج ليعدل الصيغة الاقتراح المقدم لكي تكون أساسا للمفاوضات حول الموضوع الذي يرجى منه الاجتماع وفي نفس الوقت المندوبين الإسرائيليين المتواجدين في الكواهرة يواصلون غير الوافد الرسمي الذي كان من المفروض أن يدير المفاوضات هؤلاء المتواجدين في الكواهرة عن إسرائيل يواصلون الاتصالات مع قطر ومصر للحفاظ على زخم الاتصالات وفي محاولة لتضييق الفوارق القائمة بين المواقف هذه صورة الوضع الحالي ولكن فيما قاله الزميل من الكواهرة في سباق مع الزمن أعتقد أن اللب الموضوع هو أيضا السباق بعض الزمن لإنفاذ المقطوفين الإسرائيليين البالي عددهم 136 مقطوفا لأن كل يوم يمر يزداد تزداد القطورة نعرف أن نحو 32 منهم هم في عداد الموت وأن حياة الآخرين أيضا مهددة للخطر بسبب أوضاعهم الصحية ولذلك من هنا السباق مع الوقت لإنفاذ حياة المخصوفين الإسرائيليين طيب سيد عواودي أرغب أن أأخذ برأيك في النقطة التي أشار إليها سيد شلومو جانور بخصوص أن الصنوار ليس مشاركا في رد حماس وهناك صعوبة في الوصول إليه هل فعلا هناك ربما خلاف داخل الحركة وهناك استبعاد أو ربما عدم إشراك للصنوار أم الأمر ربما يتعلق بدعاية إسرائيلية ربما للتأثير على بصورة حماس أو لإضعاف موقفها نعم مساء الخير أنا بطبيعة الحال ليس لدي مصادر استخباراتية أو رسمية كما والحال سيد جانور لكن الرواية الإسرائيلية التي تم تناول بها أعتقد أن القنوات الإسرائيل والسليفزيون الإسرائيلية القنوات قال القنوات الإسرائيلية نعم تفضل سيد عواودي نعم 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 يعني هذه الرواية إسرائيلية ينبغي التعامل معها بحذر لأنه سبك وسمعنا قبل شهرين أن الجيش الإسرائيلي على بعد خطوة أو خطوتين من الصنوار وتتبين لاحقا أن المسافة لا تزال بعيدة وكثير من الروايات التي تبين مع الأيام أنها غير صحيحة أنا لا أعتقد أنه يمكن تحريك أي شيء في هذا المسار بدون موافقة السنوار والسنوار لم يكن يستخدم أصلا وسائل اتصال الإلكترونية كان يعتمد وسائل اتصال بداية في محاولة للحفاظ على أمن المعلومات لكن هذا في التفاصيل والناحية الإجرائية اللهم أنا برأي وتقديري ومجمل قراءتي للمشهد الإسرائيلي في إسرائيل الحكومة ورئيس حكومة الآن لم يغلق الباب تماما أمام هذا الرد الحمساوي لم يرد الوسطاء ردا سلبيا رسميا الكابينيت مجتمع في هذه اللحظات ولكن نتنياهو على ما يبدو ومن قراءة ما بين الكلمات وخلف السطور وأحيانا بالتصريح وليس التلميح غير معني لا بسأ وقف الحرب ولا معني بهذه الصفقة وسيحاول كسب بالوقت قدر الإمكان وحتى هناك أوساط في إسرائيل منهم مزير الأمن السابق مشيعة لون من من يعتقدون أن نتنياهو يقود كامبين حملة سياسية لتهية الإسرائيليين أنه تنازل عن المحتجزين الإسرائيليين وأنه ماضي في هذه الحرب وأنا أعتقد أن هذا صحيح ولكن ليس فقط من أجل إطالة عمر هذا الاعتلاف وبدوافع سياسية شخصية حزبية وداخلية إسرائيلية إنما أنا أعتقد أن نتنياهو يريد أن يستكمل إيقاع نكبة ثانية في القطاع غزة في محاولة لكي وعي الفلسطينيين ترميم وعي الإسرائيليين والإجهاز التام على فكرة تسوية الدولتين لأنه بعد السابع من أكتوبر هذه الفكرة ترحت وتطرح الآن بشكل غير مسبوك على الأجندة العالمية ولذلك هو يخشى أن في حال تم توصل لمثل هذه الصفقة ربما تتسع الأمور وتزداد الضغوط من أجل صفقة كبرى أولا هو لا يريدها عيدولوجيا ثم هي تهدد إطلافه ويفضل الآن البقاء في الكرسي على أن يتكدف في هذه الصفقة أو في أي موضوع آخر طيب سيد أبو الهول العلاقة بين نتنياهو والسيسي متوترة بشأن التصعيد في رفح وقد تحددت عن هذا الأمر في بداية جوابك هل بإمكان مصر أن تنفذ تهديدها لإسرائيل في حال فعلا كانت هناك عملية موسعة في رفح؟ يعني بداية قبل أن أجيب على السؤال أريد بس أن أوضح شيء للسيد شلومو جانور سيد شلومو أنت تعلم تماما أنه القيادة العليا للقصة محماس تتكون من السيد السنوار والقائد محمد الضيف والقائد مروان عيسى وبالتالي في أي واحد منهم تخرج عنه إجابات تكون ممثلة للجميع علاوة على أنه هناك وسائل يعني قام قال الأستاذ وديعة وهو وسائل اتصال قد تكون بدائية وغير مرصودة وهذا شيء يعني احتمال كبير جدا إسرائيل تتحدث عن أنه السنوار معزول وأنه يبحث فقط عن أمنه الشخصي وأنها تقف فوق رأسها وبالتالي الناس سمع كثيرا ولكن لا نرى أي شيء هو مجرد كلام سبق أنقيلة عن مستشفى الشيفة وأن القيادة موجودة في الشيفة وغيرها الآن أنتم تتحدثون عن اكتياح رفح على أساس أن القيادة طرقت خاني يونس في اتجاه رفح تحدثتم عن أنه تم اقتحام سلاس أنفاق كان يستخدمها السنوار ولم تجدوا شيء فيها وبالتالي إسرائيل التي فشلت في كل هذه المرات تستطيع الآن أن تتأكد إذا كان السنوار وافق أو لا لأنا أقول لك بالتأكيد هو كان له دور في الورقة التي خرجت لأنهم دائما يحرصون على الوحدة والتشاور بكل شكل ونعلم أن ورقة باريس عمرها أكتر من أسبوعين ومع ذلك تأخر الرد أسبوعين أو أكثر حتى يأتي رد حماس الداخل والقسام تحديداً وبالتالي كلمة أنه لم يشارك حتى إذا لم يشارك ضيف شارك أو مروان عيسى شارك وبالتالي هذا هو رد حماس أما مسألة هل يمكن أن تتطور الأمور إلى مواجهة بين مصر وإسرائيل أنا شخصياً لا أتمنى ومعظم الشعب المصري لا يتمنى الأسباب كثيرة نحن طوينا صفحة الحروب ونتمنى أن نعيش فيه سلام وأيضاً الظروف الدولية لا تسمح نؤمن بأن الصراعات لا تحسم بالسلاح انتهى هذا الزمن ولابد من التفاوض والتفاهم لكن في نفس الوقت قد يحدث خطأ يدفع إلى ذلك قد يحدث شيء ماذا إذا واجه المصريون حدود تقسر ويخرج مليون أو أكثر عدد القوات المصرية الموجودة في المنطقة جيم في سيناء في رفح تبقى اتفاقية السلام والملحة الأمني هو عدة نئات هل عدة مئات سيستطيعوا أن يواجهوا جحافل الفلسطينيين إذا خرجوا وخرج بينهم قادة من القسام وخرج بينهم رهائل هنا قد يحدث صدم ما قد تتطور الأمور إلى صدم بين البلدين مصر تسعب كل قوة لتجنب هذا الأمر وترسل رسائل كثيرة لإسرائيل لأنه اقتحام رفح ليس في مصلحتها تحت أي ظرف من الظروف هي تراهن بكل شيء نعم معاهدة السلام والملحق الأمني لا ينص على أن مصر لها الولاية بأي شكل من الأشكال على رفح الفلسطينية لكن على الأقل ممر صلاح الدين أو طريق صلاح الدين أو كما يطلقون عليها في إسرائيل كلمة فلاديلفي فلاديلفي بالمناسبة يعني هي أيضا كلمة مصرية وفلاديلفي هو باكليموس الثاني وكلمة فلاديلفي كلمة يونانية معناها المحب الأخت وكان اليهود يعيشون فيها في مصر ويتمتعون بوضع جيد في الإسكندرية عاصمة الثقافة في العالم أنا زيك وكلمة فلاديلفي معناها المحب الأخت لذلك هم يعتبرون كلمة فلاديلفي يعني كناية عن وجود علاقة طيبة بين البلدين لكن هذا المكان قد يتحول إلى مأساة بالنسبة للبلدين إذا حدث أي اقتحام من حدود المصري نأخذ برأي سيد شلومو جانور فيما تفضلت به سيد أبو الهول العلاقة مع مصر يعني هي علاقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل ربما أهم شريك من العالم العربي يعني هل من الممكن أن تغامر فعلا إسرائيل بعلاقتها مع مصر وكان هناك تصريحات قبل قليل للبيت الأبيض كذلك هناك تخوف أمريكي من عملية موسعة في رفح المصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية المصرية غني من على القول بأنها مصلحة مشتركة متبادلة وهي متينة ويجب عدم المس بها بأي شكل من الأشكال لذلك الطرفين المصري والإسرائيل على كل منهما يحرص بكل الحرص على عدم المس بهذه العلاقة بهذه بعهدة السلام بملاحقها وأيضا بما أدخل عليها من ترتيبات وتعديلات بموافقة إسرائيلية خاصة في دوء الظروف الأمنية التي مرت بها مصر في سيناء قبل عدة سنوات ووافقت على دخول الكوات المصرية خلافا لمعادة السلام والبروتوكول الأمني ووافقت على ذلك حفاظا على العلاقات الطبية الطيبة وأيضا حرصا على العلاقات الاستراتيجية الأمنية القائمة بين البلدين هذا لا يمكن نكرهه في أي شكل من الأشكال وانتلاقا من هذا الموضوع خاصة الموضوع الأمني لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة بدون إيجاد حل لموضوع أنفاق التهريب الموجودة من غزة إلى سيناء وبالعكس من سيناء إلى غزة إذا أردنا لا تتحول مرة ثانية قطاع غزة قاعدة للعدوان ضد إسرائيل أنفاق الإرهاب والأنفاق التهريب معروفة للطرفين ولذلك يجب حلها وهناك اتصالات وأجرة الاتصالات وهناك اتصالات جارية ولا تزال جارية من منطلق الحرص على إيجاد حلول متبادلة وبالطرق السلمية والواعية للخطورة الكامنة في وجود هذه الأنفاق لكل الطرفين لإسرائيل ومصر على حد سواء كيف سيتم هذا؟ أعتقد بالاتصالات الجارية والتفاهم الذي قد يتم التوصل إليه بالنسبة للخطر ما يسمى بتدفق الفلسطينيين نحو الحدود المصرية وأيضا اجتيازهم أو توجيههم بالكوة إلى إسرائيل فهذا إسرائيل قدمت التصمينات بهذا الموضوع والتعهدات بهذا الموضوع إلى مصر لتبديد هذه المخاوف ليس لإسرائيل أي نية أن تعرض أمن مصر لكن كيف سيد شلومو كيف؟ يعني ما فهو هذه التطمينات وعلى هذه التعهدات يعني عندما تكون هناك عملية مكثفة يعني الغريزة الإنسانية ستدفع بالآلاف وهناك أكثر من مليون شخص هناك إلى الاندفاع إلى الحدود المصرية سأصل إلى هذا الموضوع طريقة المعالجة لموضوع رفح التي لا مناصب من الوصول إليها سواء بالطرق السياسية الدبلوماسية أم بالطرق العسكرية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية فهذا سيتم التمييز بين البنية التحتية الإرهابية لحماس وبين اقتضاز السكان في منطقة رفح أي عدم توجيه السكان في منطقة رفح نحو الحدود المصرية بل بالعكس نحو الشمال نحو أماكن آمنة داخل قطاع غزة بعيدا عن الحدود المصرية لعدم تعريض الحدود المصرية للخطر كما تفضل الزبيل أبو الهورد الإشارة إليها وهذا من جهة من جهة ثانية بالنسبة للعمليات العسكرية ما إذا تمت اللجوء إليها ما إذا تمت وهذا أيضا أمر غير مؤكد بالطبع فهذا سيتم بالتنصيق وبالتفاهم ومع إطلاع مصر بصورة مسبقة على التحركات الإسرائيلية بعيدا عن الحدود المصرية لعدم تعريض الكوات المصرية لأي قطر كل هذا هي بمثابة تطمينات بالنسبة للمستقبل وهو منع وحل موضوع أنفاق التهريب فهناك الوسائل التكنولوجية المشتركة لقوامة الحواجز لمنع هذا التهريب الذي مرة ثانية يشكل خطرا ليس فقط على إسرائيل بل أيضا على جمهورية مصر العربية وهنا المصلحة المشتركة لإيجاد حل متفق عليه حل سلمي بهدوء وبسرعة إلى جانب الضغط المصري هناك كذلك ضغوط داخلية على حكومة نتنياهو وهناك كذلك ضغوط خارجية ومن حلفاء أيضا نتابع هذا التقرير ثم نعود إلى النقاش نتنياهو يقول إن الحرب في غزة مستمرة حتى تحقيق النصر المطلق وبينما تتزايد الضغوط الداخلية عليه في ملف الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة يتزايد عليه ضغط آخر قادم من الجانب الآخر من العالم هل انقلب الأمريكيون على نتنياهو؟ للتحديد أكثر المقصود هنا هو الإدارة الأمريكية الحالية ومن خلفها الديمقراطيون الذين يملكون السلطة في البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أطلق تصريحا من قلب إسرائيل قال فيه إنه لا يمكن لها استخدام السابع من أكتوبر كترخيص لتجريد الآخرين من إنسانيتهم لم يكن ذلك التصريح هو الوحيد الذي يبدو وكأنه تغير كبير في السياسة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو بل قال أيضا موجها حديثه إلى نتنياهو إنه سيظل يفكر في آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة طيلة حياته نتنياهو كان أيضا محور انتقادات حادة قالت فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون إن نتنياهو غير جدير بالثقة وإن عليه الرحيلة إن كان يشكل عقبة أمام خطط ما بعد الحرب في غزة واللافت أن تلك التصريحات تأتي بعد فرض إدارة بايدن عقوبات على قادة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية وإحباط مشروع جمهوري لتقديم دعم بسبعة عشر مليار دولار لإسرائيل وحدها التصريحات تأتي أيضا بعد التلميح في أوساط البيت الأبيض إلى دراسة خيارات الاعتراف بدولة فلسطينية لاحقا سيد عواودي نتنياهو بالأمس أعلن رفض مطالب حماس ولكن هناك ضغوطات شاهدناها في هذا التقرير ما حدود التنازل من قبله في ظل كل هذه الضغوطات؟ أنا أعتقد أن بعد تجربة أربعة شهور واضح أن نتنياهو لا يكترث بالضغط الدولي ولا حتى بالأمريكية وواضح أن الإدارة الأمريكية في حالة التباس في حالة حرج كما يتبين في بعض التصريحات ولو كانت إسرائيل بكيادة نتنياهو تكترث بالموقف الأمريكي وبهذه الطلبات لما تكرر ذلك مرارا من تكرارا حتى في القضايا التي لا تبدو استراتيجية قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية حتى الآن لا يزال هناك خلاف لذلك أنا أعتقد أن ما من شأنه أن يؤدي إلى ممارسة أو إدخال هذه الحكومة بكيادة نتنياهو إلى دائرة الضغط هي الضغوط الداخلية استمرار هذا النزيف أيضا في الجانب الإسرائيلي استمرار سقوط عدد من الجنود وإصابة عدد من الجنود هناك العجلة الإسرائيلي بالإضافة طبعا إلى عائلات المحتجزين الذين بدأوا يستشعرون في الساعات الأخيرة أن هناك كامبين هناك حملة من أجل نزع الشرعية عنهم من أجل محاولة نزع الغطاء عنهم محاولة تهيئة الرأي العام الإسرائيلي للتنازل عنهم إذا ما كان هناك تزايد في مناصرة عائلات المحتجزين في أسل الإعلام العبرية ولد أوساط في الشارع الإسرائيلي أنا أعتقد أن ذلك من شأنه أن يكون أكثر تأثيرا وأكثر فعالية يضاف إلى ذلك طبعا موضوع النازحين الإسرائيليين في الجنوب وفي الشمال لأن ببساطة هناك أيضا عشرات الألاف من الإسرائيليين ممن يعانون نتيجة النزوح في الشمال وفي الجنوب هذا يذكل أيضا على حكومة نتنياهو وبخلاف ما يجاع في الرواية الإسرائيلية الرسمية يبدو أن الخرب ليست كثيرة وهذا النصر المطلق الذي يلوح به نتنياهو ولا أحد بإسرائيل يعرف ما هذا يعني النصر المطلق إنما هو شعار فطفات واسع وربما هناك من يعتبره حتى في إسرائيل غير منطقة وغير واقعي إذا ما استمرت هذه الحرب مدة طويلة ووجد الإسرائيليين أنفسهم أمام نزيل يسددون الأثمان المختلفة بالإضافة إلى موت هؤلاء المحتجزين داخل قطاع غزة هذا من شأنه أن يؤدي إلى ضغط داخلي أكثر فعالية من كل الضوء الخارجية بدليل وبذلك ننهي بحكمة العدل الدولية فيهاد كانت أصدرت ضمن الأوامر الاحترازية أمراً بضرورة أن تعد إسرائيل تقريراً خلال شهر لترفع فيه ما يبين وما يبرن على أنها تلتزم بحقوق الفلسطينيين بالحقوق الأساسية بعدم المساس وهنا كثير من المؤشرات أن إسرائيل تقترض كثيراً لموضوع المحكمة الدولية ولذلك الضغوط الخارجية لم تعد لها قيمة وهو تجربة أربعة شهور طيب سيد أبو الهول تصريحات بلينكين قوية هذه المرة بشأن الضحايا تصريحات أمريكية أخرى قال أيضاً إن رد حماس يعني رغم صعوبة تلبية بعض المطالب يتيح فرصة للتوصل إلى اتفاق من وجهة نظرك هل الضغوط الأمريكية جادة أكثر من أي وقت في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق؟ يعني أولاً أريد فقط توضيح الشيء للسيد شلومو جانور هو يتحدث عن أنه يعني حل إلكتروني لمشكلة معبر أو ممر في لديلفي وأنه إذا تم زرع أجهزة وغير ذلك يعني هذا سيمنع أي تهريب أو أي أنفاق هل كانت الجدران الألكترونية الجدران الزكية التي بناتها إسرائيل حول غزة مجدية في منع الهجوم على غلاف غزة في السبع من أكتوبر لم يحدث إسرائيل كانت موجودة بغزة وقيمة الأنفاق لم يتم اجتياز الجدار لم يتم اجتياز الجدار ولكن كيف خرج الناس ما تم اجتيازه هو فوق الأرض فوق الأرض يعني أتحصنون أسفل الأرض ولا تحصنون فوقها أين المناطيد وأين الطائرات المسيارة وأين الكاميرات التي كانت موجودة على الجلب في كل مكان في بيت حنون وبيت لهيا وفي المنطار وكسوفيم وصوفة وغيرها يعني أنا عاشت في غزة وأعرف التفاصيل وكنت أرى الكاميرا في كل مكان سيد شلومو مصر أزالت البيوت في رفح المصرية بعرض ثلاثة كيلومترات أقامت منطقة عازلة تمنع تماما وجود أي أنفاق فكيف يدخل السلاح من الجانب المصري أنتم تعلمون جيدا أن هناك سلاح يأتي من ناحية الشرق من داخل إسرائيل لغزة يتم تهريبه وتعلمون أيضا أن هناك سفن تسير بمحاذاة غزة تغلق أجهزة الاتصالات تغلق الجي بي اس ويعني تترك السلاح في براميل مغلقة في البحر ويتم سحبها إلى غزة القضية لا علاقة لها بمصر تماما على وعلى أنه يمكن أن تكون هناك أسلحة دخلت غزة خلال فترة الفلتان الأمن في مصر ومن خلال كميات الهائلة من الأسلحة التي جاءت من ليبيا وكل الأسلحة التي استخدمت ليست أسلحة صنع هذا العام أو العام الماضي ولكن عمرها أكتر من 15 و20 عام يعني هذه هي النقطة الرئيسية التي أردت أن أضح لك أرجو مرة أخرى أن تكرر السؤال لأنني لم أتذكر السؤال يتعلق بالضغوط الأمريكية في هذه المرحلة هناك تشديد في اللهجة هناك انتقاد بخصوص سقوط ضحايا من المدنيين هل تعتقد أن هذه الضغوط الأمريكية جادة أكثر من أي وقت في ظل هذه المعطيات يعني أعتقد أن أمريكا هذه المرة يعني تحت ضغط شديد تحت ضغط أنه رفح أصبحت هي الملازل الأخير للفلسطينيين وإسرائيل إذا دخلتها بدباباتها ومدرعاتها وأسلحتها يمكن أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين كثيرا هل هناك تنسيق أمريكي مصري بهذا الشأن؟ لا يعني حتى لو هناك تنسيق هل تتخيالي أن إسرائيل استطعت أن تسيطر على قوتها في شمال أو وسط أو في خان يونس حتى تسيطر على قوتها ولا تستهدف المدنيين في رفح لقد فشلت فيه يعني منذ ساعة تقريبا كان هناك تصريح للسيد جوتيريش يعني تساءل فيه إذا كانت إسرائيل تقول أنها راعت البعد الإنساني وراعت المدنيين وعدد الضحايا زاد عن سلسين ألف ماذا لو لم تراعي المدنيين ولم تراعي البعد الإنساني الحديث يدور عن إلقاء ما يقرب من ستة وستين ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة أي ما يوازي عدة قنابل نووية مثل قنبلة هيروشيما وإذا كانت إسرائيل قد خسرت رعاناتها في العصور على قيادة حماس سواء في جباليا أو في الشاطئ أو في الشفا أو في خان يونس أو في المغازي أو في النصيرات أو غيرها والآن أملها الأخير هو رفح فماذا ستفعل في رفح لكي تعصر على القيادة قيادة حماس سؤال وجيه أجيره للأستاذ شلومو جانور يعني ماذا لو فعلا لم تتمكن إسرائيل من الوصول إلى قيادة حماس في رفح أو قيادات من حماس ما الذي يعني ذلك الأمل الذي يراود القوات الإسرائيلية والمستوى الأمني والسياسي أيضا لأنه سيلاحق قادة حماس وهم يتواجدون في الأنفاق إلا إذا لعلم الزميل أبو الهول إلا إذا هم استغلوا أنفاق التهريب من قطاع غزة في رفح إلى سيناء وهذا استبعده في هذه المرحلة لذلك أعتقد بأن القوات الإسرائيلية وخاصة في دوء المعلومات الأخيرة قد وصلوا فعلا وربما بتأكير ما إلى الأماكن التي كان يتواجد فيها السنوار نفسه حصلوا وعثروا على أمتعته عثروا على ملفات مليئة بالدولارات تسلمها من إيران تسلم أيضا تم العثور على وثائق استقباراتية بحوزة السنوار وتركها ربما للاستعجال للهروب إلى أماكن أخرى كل هذا وارد في الخزمان هناك خطر وهذا أيضا أمر وارد بأن من سيدفع الثمن مقابل هذه المطاردة السريعة التي تتم ضد السنوار هم المقطوفين الإسرائيليين الذين يستعملهم السنوار والمدنيين الفلسطينيين في رفح كذلك سيدفعون الثمن كل هذه المعلومات عن البصف والأعمال التي تمت في رفح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لا ليس هناك أي تأكيد من أي مصدر إسرائيلي سواء رسمي وغير رسمي وأعتقد أن هذه أخبار ملفقة لإحداث البلبلة وأيضا لإثارة المشاعر من كبل مصر وأيضا جهات ديبلوماسية أخرى المستفاد المستفيد الوحيد من كل هذا الوضع وليس سنوار ليس الفلسطينيين ليس مصر وليس إسرائيل المستفيد الوحيد هو إيران ولذلك هنا وكل من يريد إثارة الفلاكل في هذه المنطقة هذا مفهوم سيد جومو لكن سؤالي ماذا لو فقط لأن الوقت يداهمني ماذا لو لم تحقق إسرائيل ما تريده من هذه العملية العسكرية في رفح ولم تجد قيادات ولم تستهدف قيادات هل هذا يعني نهاية الحرب؟ وخسارة إسرائيل في الأخير؟ دايني الحرب يريد لو انتهت الأمس قبل غدا ولكن هذه الحرب كما قيل ستستمر شهور وهذا تعديل في الموقف الإسرائيلي أي شهور وليس مدة غير محددة تجاوزت العام 25 ولذلك أعتقد أنه لكل حادث حديث ولا يمكن الحكم على موقف والتنبؤ بما يحدث خاصة في حرب ليس مثيلة لها في تاريخ الحروب المعاصرة خاصة فيما يدور بالحرب في الأنفاق وأؤكد على الحرب في الأنفاق لأن هذه الأنفاق لا بد وهذا حسب تعريف شخصية كما قلت سيد شلومو لكل حادث حديث لأن الوقت هذا الجزء قد انتهى أشكرك سيد شلومو جانور الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من القدس والشكر موصول كذلك للأستاذ ودي عواودي الصحفي والمحلل السياسي من الناصرة ومن القاهرة أشكر السيد أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إلى الجزء الثاني ابقوا معنا اشتركوا في القناة